مخلوقات غريبة لم تسمعوا عنها من قبل هذا المخلوق يعرف بالوزغ الشيطاني ورقي الذيل يشتهر بقدرته التمويهية المذهلة حيث أن جسمه وذيله يشبهان ورقة الشجر الجفة المكتملة بعروق وحواف غير منتظمة مما يجعله غير قابل للتمييز تقريبا عن أغصان الأشجار والأوراق المحيطة به الوزغ الشيطاني حيوان ليلي مما يعني أنه ينشط في الليل وينان أثناء النهار كما أن لديه عيون بلا جفن متخصصة للرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة سمك الرمال مخلوق غريب ونادر يظهر في الصحراء في موسم قصير خلال العام ولا يرى إلا في ساعة محددة من اليوم وهو ليس سمكا حقيقي بل نوع من الزواحف النادرة ولكنه سمي بهذا الاسم لأنه يسبح ويغطس في الرمال مثل ما تفعل الأسماك في المياه حيث أنه يندس وسط الرمال ويغوص في جوفها كما لو أنه يسبح تماما لا يشرب الماء وإذا شربه يموت هذا هو حيوان جرذ الكنغر له ذيل طويل وأقدام خلفية كبيرة مع رأس ضخم وعيون واسعة وأذام كبيرة يمكن أن يقفز حتى ثلاثة أمتار للهروب من الحيوانات المفترسة تعيش هذه الحيوانات في المنافذ الصحراوية والتربة الرملية كما تحتوي فئران الكنغر على أكياس ولكن ليس لحمل أطفالها كما يفعل الكنغر وإنما تستخدمها لنقل البذور لجحورها لا يشرب هذا الحيوان الماء طيلة حياته ولكن الخالق عز وجل خلقه بجسم يستطيع أن يكون الماء بداخله عن طريق أخذ الهيدروجين من الطعام الذي يأكله ومزجه بالأكسجين ليكون الماء الذي يحتاجه القرش المزركش واحد من أكثر المخلوقات غرابة على هذا الكوكب فهو في الحقيقة يبدو كأنه كائن خيالي ومن المحتمل أن بعض الأسطير عن حيات البحر وهي كائنات خرافية جاءت بسبب أسماك القرش المزركشة تشكل خياشيمها الست هدبا حول رقبتها ولذلك أطلق عليها اسم أسماك القرش المزركشة النحلة قاطعة الأوراق يأتي اسمها من سلوكها الفريد المتمثل في قطع الأوراق إلى قطع دائرية لاستخدامها كمواد بناء لأعشاشها يمتلك النحل قاطع الأوراق نوعا خاصا من الفكو السفلي يستخدمه لقص الأوراق بدقة دون الإضرار بالنباتات وعلى عكس نحل العسل النحل قاطع الأوراق هو نحل انفرادي مما يعني أنه لا يعيش في مستعمرات بل تبني كل أنثى عشها الخاص بها عفريت الماء حيوان غريب وفريد للغاية يتميز بقدرات خارقة إذ يمتلك القدرة على تجديد أعضاء جسده بكل سهولة فأطراف هذا الكائن العجيب تنمو مجددا بعد قطعها وإذا تعرض لجرح فإن النازيف يتوقف خلال ثواني ويتميز بشكله الغريد إذ لديه فمنعريض ورأس دائري تنبت منه ست قرون ناعمة وعليها شعيرات غريبة السلحفات ثعبانية العنق هي سلحفات برمائية تنتمي إلى السلاح في جانبية الرقبة تعيش في موائل المياه العذبة في أستراليا وغينيا الجديدة وإندونيسيا يأتي اسمها من عنقها الطويل والمرن الذي يمكنها سحبه إلى صدفتها للحماية وتستخدم عنقها الطويل ومنقارها الحاد لاستياد أنواع مختلفة من الفرائس مثل الحشرات والأسماك كما أنها تتغذى أيضا على النباتات والتحالد مما يجعلها من آكلات اللحوم والأعشاب وإلى هنا متابعين الكرام تنتهي حلقة اليوم فلا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد هدفنا أن نساهم في إثراء شبكة الإنترنت بمعرفة تعليمية متكاملة ونتمنى أن تكون صفحتنا هي الوسيلة الأسهل في استقصاء المعلومات والحقائق المدهشة عن عالم الحيوانات